زهرة من الجزائر بارك الله فيها زهرة تقول إذا يعني شعرت المرأة بأنها حامل و ذهبت تؤدي مناسك الحج والعمرة بالنسبة للجنين اللي في بطنها هل يكون فعلا قد حج أو اعتمر يا زهرة بارك الله فيك و رضي عنك لا ما يجوز أن نعتقد مثل هذا الاعتقاد ولا أن نقول مثل هذا القول لماذا؟ لأن الجنين لا يأخذ الأحكام إلا بعد نزوله إلى الدنيا فإذا نزل إلى الدنيا بدأت الأحكام الشرعية و الطفل غير مكلف حتى يبلغ فإذا بلغ أصبح مكلفا الآن مخاطب بالأمر و النهي أصبح مكلفا مخاطبا بالأمر و بالنهي و لذلك الجنين في بطن أمه غير مكلف إذا نزل إلى الدنيا يبقى غير مكلف حتى يبلغ فإذا بلغ جرى عليه القلم إذا بلغ جرع عليه القلم ولذلك الآن بعض الناس يحج بالأطفال يروحون في الحج والعمرة يأخذون أطفالهم أربع سنوات وخمسة وستة وسبعة وثمانة وما بلغوا هؤلاء إذا كبروا وبلغوا يجب عليهم الحج من جديد الحج هذه أثناء قبل البلوغ هذه سنة لهم وليست فريضة ما تسقط ركن الإسلام يعني لا يسقط ركن الإسلام بكونهم حج مع آبائهم ولذلك مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه لم كانوا يحججون الصبيان فإذا بلغوا أمروا بأن يحجوا حجة الإسلام بارك الله فيك يا زهرة نعم